اهلا وسهلا بكم في الجزء الرابع والاخير من المحاضرة الخامسة من مقرر تقنية تصوير الطبي المحاضرة الخامسة عن موضوع التصوير بالاشعة المقطعية اتكلمنا في الاجزاء التلاتة الماضية على فكرة عمل اشعة مقطعية انواع التصوير بالاشعة المقطعية وتطبيقاتها تعريف بالاجهزة الحالية وقراءة الصور هنتكلم نهارده ان شاء الله على عوامل السلامة في تصوير الانسان هنبدأ الحقيقة بعرض كده لجراءات الاشعة لحاجات مختلفة طول التصوير مختلفة ويعني نقارنها ببعضها عشان نتخيل الخطورة اللي موجودة عندنا في تصوير الاشعة المقطعية عاملة ازاي لو احنا اخدنا جراءات الاشعة بوحدات مايكرو سيفرت يعني واحدة من الوحدات يعني مش مشكلة نعرف الوحدة نفسها ايه بس هي وحدة جراءة الاشعة بالنسبة لأشعة الاسنام نتكلم على الجراءة بتاعتها خمسة لو بنتكلم على الاشعة السينية الصدرية العادية بنتكلم على الجراءة بتاعتها 100 اشعة الثادي بنتكلم على الجراءة بتاعتها 400 لو بنتكلم على المتوسط السنوي لتعارض البيئي للاشعاع وده طبعا الحقيقة يعني ممكن الناس ما تكونش عارفة ان في عندنا تعارض بيئي للاشعاع ده بقي بحواية التلاف يعني بتكلم على التعرض البيه ده ممكن يبقى جايدنا من الارض يعني في عندنا الارض نفسها بيبقى فيها نظائر مشاعة بنسب قليلة جدا بس هي موجودة بيبقى فيها عندنا بعض المأكولات برضو فيه نظائر مشاعة برضو بتبقى لها جرعة اشععة برضو معاينة بناخدها كل حاجة من الحاجات احنا بنشوفها حوالينا دي لها جرعة اشععة ممكن هي تديها للانسان وهو ما بيعملش اي حاجة غير ان هو بس موجود في الدنيا وبيتحرك وخلاص فعندنا جدا فيه متوسط سنوي كده لتعرض البيه اليشعاع اللي هو 3000 دوت ده كده كده ما ندرش ان احنا نتجنبه والاشعقة الكونية اللي جاية برضو من الفضاء برضو بيقى في جزء منها برضو بنتعرض لي فال3000 دي عشان نبقى يعني عارفين هي دي الحاجة اللي احنا نتعرض لها كل سنة فمناتكلم على الاشعقة سينية او نكلم على اشعقة سينية الصدرية او اشعقة سينية هل احنا بعيدنا قوي عن المتوسط السنوي للتعرض الى اشعاع ولا يعني بقى فعلا عندنا في مشكلة لو ابتدينا بقى نبص على الاشياء المقطعية الجرعة بتاعتها عاملة ازاي الحقيقة الارقام مرعبة الحقيقة لما بنبص هنا مثلا على المنظر الافتراضي للقلون احنا كنا بنتكلم عليه من شوية ده جرعة اشعاعية بتاعته عشر تلاف يعني لما بيتصور المريض عشان يعمل التصوير بتاع المنظر الافتراضي دوت بيتعرض لجرعة عشر تلاف يعني معنى كده اكتر من ثلاث مرات المتوسط السنوي اللي يتعرض به اشعاع لما بتكلم بقى على الاشعاع المقطعية على البطن والحوض اللي هي الاشعاع اللي بتستعمل فيه يعني تطبيقات كتيرة على الكبد وعلى الرئة على الاجزاء اللي هي العلاقة بالكلا كل الحاجات دي الحقيقة بنتكلم على جرعة اشعاعية بتاعت الاشعاع المقطعية فيها حوالي خمستاشر الف ماكرو سيفرد يعني نتكلم على لو قارننا الخمستاشر الف ماكرو سيفرد دي بالمية اللي هي بتاعت الاشعاع السينية الصدرية بنتكلم على ان دي حوالي مية وخمسين مرة قد دي رقم الحقيقة يعني يعتبر رقم كبير جدا الحقيقة وبنتكلم على فعلا ان فيه يعني لازم نبقى حذيرين جدا مع الاشعاع المقطعية لان فعلا الواضح ان جرعة الاشعاء بتاعتها اكتر بكتير جدا من الاشعاء السينية العادية اللي احنا كنا نتكلم عليها المرأة اللي فاتت يعني التلات حاجات دول من الاشعاء السينية اللي كنا نتكلم عليها المرأة اللي فاتت وكنا خلقين من جرعة الاشعاء بتاعتها ما بلنا بقى بيعني نوع من انواع التصوير بيبقى فعلا يعني بيعرض العيان لكمية اكبر بكتير جدا من الاشعاء طبعا احنا بناخد قصاد الكمية الكبيرة دي الحقيقة تشخيص ممكن يبقى ضق بكثير جدا من الاشعاع السنين العادية بس لازم نبقى الحقيقة وعيين جدا لكمية الاشعاع عادية علشان ما نبقاش بنعرض المريض لكميات اشعاع مفرطة وممكن كميات الاشعاع دي الحقيقة تسبب مشاكل في حد داتها مش ان هي يعني التشخيص ده ممكن يبقى ضق بس المشكلة ان طريقة تشخيص نفسها سببت مشاكل للمريض يعني بطريقة يعني مش متوقعة يعني بدل ما انا يعني احل مشكلة لانا زودت مشكلة الحقيقة لو احنا نلخص بقى عوامل الامان واستلامة في الاشعاع المقطعية طبعا لازم نقول ان تعرض الاشعاع السينية اعلى بكثير في الاشعاع المقطعية عنه في الاشعاع السينية العادية فمعنا كده هم بكلم على يعني الحاجة اللي كونو شايفينها لسه من شوية حوالي 500 ده في اشعاع الصدر وبنتكلم على ان اشعة البوزلتون المقطعية تصدر اشعاعات اقوى بكثير من الاشعاع السينية يعني نتكلم على الطاقة بتاعة الاشعاع اللي طلع من اشعة البوزلتوني حوالي 511 نتكلم عادة في الاشعاع السينية الطاقة بتبقى 100 بس الحقيقة يعني دي ما هياش مشكلة أوزة ما نشوف بعد شوية صغيرين بس مشكلتها الحقيقة إن هي لا تجدي معها المريالة الواقية المستعملة مع الأشعة السينية يعني الفني بتاع الأشعة بيلبس حاجة يعني زي مريالة واقية كده بتبقى فيها رصاص الرصاص ده بيبقى سمكه حوالي نص ملي أو حاجة زي كده النص ملي ده ممكن يوقف 95% من الطاقة بتاعة الأشعة السينية اللي عند المستوى ده في الطاقة لو مية إنما لما بتطلع الأشعة السينية لمستوى 511 ده الحقيقة بيبقى بالنسبة له المريالة الواقية دي لك إنها مش موجودة يعني نقدر نقول مثلا إن هو بيقدر المريالة الواقية دي توقف أربعة في المية بس من الطاقة اللي جاي لها في حين الشخص نفسه بيتلقى بقية ال 96% اللي فضلة من الإشعة اللي موجود فالحقيقة لازم أخدها في اعتبارنا بشكل كبير ونتين نستعمل بقى بعض الحاجات اللي هو واقية بأكتر شوية يبقى فيه عندنا حاجة زي حاجز كده والحاجز ده يبقى يعني يرصاصه أدخن شوية بحيث ما يبقاش فيه أي تعرض خالص في الوقت نفسه لما بيجي نحقن النظير المشاعر نفسه بيبقى فيه واقي للحقنة نفسها بحيث أن الواقي ده يمنع أن يبقى فيه إشعاعات من الحقنة نفسها من النظير المشاعر للحقنة تيجي على إيد الطبيب أو الفني اللي بيحقن النظير المشاعر ده وطبعا بالنسبة للتصوير نفسه وعملية تصوير نفسها طبعا الفني بيبقى قاعد في مكان ويبقى فيه أصاد وإزاز والإزازة مش إزاز عادي ده إزاز برضو مرصص يعني فيه رصاص بحيث أنه برضو يقدر يوقف الأشعة اللي موجودة داخل المكان بتاع التصوير نفسه ما يتعرضش الفني ده ليها لأن زي ما احنا قلنا ده تعرض مهني بيتعرض له كل يوم فما ينفعش أنه يتعرض لأي جرعة ولو صغير طبعا من المهم جدا بقى فيه التصوير بالأشعة المقطعية نحن بنتين نتكلم على التعامل مع النظارة للمشاعر وده طبعا عشان أشعة البوزيتور المقطعية فطبعا احنا بنتكلم على أن تصوير أشعة البوزيتور المقطعية طبعا بيتطلب حقن المريض بالنظار المشاعر ده الحقيقة بتتميز النظار المشاعر المستعمله في التصوير ده بقصر أمراء الإشعاي وده بيعرف بدلة زمن نصف الحياة وهو الذي ينقص فيه الإشعاع للنصف يعني بمعنى ان انا مقول مثلا زمن نصف الحياة لنظائر البوزيترون مثلا بين دقائق لساعات لما بكلم مثلا هي 5 دقائق فرضا يعني معنى كده لو جرة الاشعاع بتاعتي دلوقتي 5 يبقى بعد 5 دقائق هتبقى 5 على 2 تبقى 2 ونص وبعد كمان 5 دقائق هتبقى 2 ونص على 2 كمان يبقى تبقى 1 وربا يعني كل ما يعدي زمن نصف الحياة دوت بينقص الاشعاع بتاع النظير المشاعدة للنصف بالضبط فده طبعا واحدة من الحاجات المهمة قوي اللي بنا رأيها في نظائر البوزيترون لان طبعا احنا عندنا المريض بيتحقن بالنظير المشاعي دوت وبعد كده هو بيتصور بس بعد كده بيخرج بعد كده بيختلط مع الناس فمش هينفع ان احنا هنحط له نظير يبقى عنده زمن نصف الحياة مثلا ايام وبالتالي هو نفسه هيتعرض لجرة اشعة كبيرة ويعرض الناس اللي حواليه جرة اشعة كبيرة فالحقيقة ما بنحسب بقى لو احنا اعتبرنا زمن نصف الحياة بتاعنا لساعات دوت بنحسب جرة اشعاع المريض من النظائر دي والحقيقة دايما بتطلع انها في حدود التعارض الام بتطلع قلب كتير جدا من التعارض اللي هو بيحصل من الاشعار المقطعية اللي بنصور بها فطبعا من الحاجات المهمة جدا ان احنا يجب اتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية من الاشعاع في نقل وتخزين والتخلص من النظائر المشاعر اللي احنا متكلم عليها برضو في مجموعة نصائح نحب نقولها علشان الحد من تعرض المرضى وهي العاملين لجراءات الاشعاع اول حاجة طبعا لازم نلتزم بالنصائح الخاصة بالاشعاع السينية العادية يعني طبعا هي الحاجة اللي احنا بتكلم عليها دي عبارة عن اشعاع السينية بجراء اعلى فبالتالي بقى من الباب اولى ان كل النصائح اللي احنا نتكلم عليها في المحاضرة الرابعة عن الحد من تعارض جراءات الاشعاع لازم ألتزم بيها برضو لما نكون بنشتغل بالأشعة المقطعية بينصح الناس كلها أنها تحتفظ بسجل لكل تعرض إشعائي ده الأشعة السينية المقطعية أو أشعة البوزل المقطعية علشان نقدر نراجع الجرعة السينية للإشعائية يعني نقدر نحن نعرف وطبيب برضو بتاع الشخص يعرف أنه هو هل الشخص ده خد جرعة كبيرة السينية دي ولا ما خدش جرعة كبيرة طبعا الطبيب مفروض يراعي لو هو مثلا عمل أشعة مقطعية في سنة ما يستحسنش يعمل أكتر من مرة علشان دي تبقى جرعة زيادة قوي في السنة دي وعندما يطلب منك طبيبك إجراء أشعة مقطعية اسأله عن التالي هل هذا الإجراء ضروري ويمكن أن يغير التشخيص يعني هل الإجراء ده فعلا يعني هيفرق كتير يعني هو فعلا ضروري التشخيص ولا أورادي يعني هل طبيب نفسه وصل لتشخيص وعايز بس يتأكد لو هو مش ضروري ما يستحسنش أنه يتعمل أصلا هل هناك بدائل أكثر أمنا يعني زي الموجات فول صوتية أو الرين المغناطيسي ممكن أنها تقوم مكان الأشعة المقطعية يعني في بعض التطبيقات ممكن يبقى الأشعة المقطعية ممكن نحن نبدل مكانها مثلا موجات فول صوتية وتقدر تدينا نفس التشخيص بالزبط أو ممكن نحن نستعمل الرين المغناطيسي ويقدر تطلع لنفس الصور فلو كان في عندنا فرصة نحن نستعمل بدائل أكثر أمانا زي الموجات فول صوتية او الرانين المالاطيسي دي بيبقى افضل بكتير واحدة من الحاجات المهمة برضو هل ممكن استخدام اشعة مقطعية سابقة بدلا من اجراء جديدة يعني مثلا لو فرضا الشخص نفسه كان راح له طبيب جديد والطبيب الجديد ده عايز يبتدي يشخص الحالة فدلوقتي هل يعني الطبيب الجديد ده يعني عشان يشخص الحالة هبقى محتاج اشعة مقطعية لو كان هو المريض نفسه عمل اشعة مقطعية قبل كده وعلى نفس الحاجة هي بالزبط ممكن يقرض على الطبيب اذا كان ممكن يبص عليها واذا كان يعني هل هي كافية ولا لسه برضو محتاج ان هو يعمل اشعة مقطعية جديدة طبعا دي بتقللنا طبعا من ان احنا ناخد يعني جرعة اشعة كبيرة في الاشعة المقطعية وكل ما كان عندنا فرصة ان احنا نعيد استخدام الاشعة المقطعية السابقة كل ما كان ده طبعا بيبقى افضل لنا بالنسبة للحد من تعارض لجرعات الاشعة طبعا نفس الكلام برضو لازم نراعي وقاية الاماكن الحساسة الاشعة الاماكن اللي هي فعلا ممكن تبقى مهمة قوي في الوضع ده هي الغودة الدرقية ودي واحدة من الحاجات الحقيقة اللي ممكن هي بسرعة جدا ان هي لو تعرضت الاشعة كتير الحقيقة ممكن ان هي يبتدي يبقى فيها بعض التغيرات المرضية وممكن طبعا يبقى فيها خطورة على انها تكون اورام او حاجات زي كده اشكركم محسن تبعيتكم ده كان الجزء الرابع والاخير من المحاضرة الخامسة هل التقن ان شاء الله في المحاضرة السادسة والاخيرة من المقاررة تقنية تصوير الطبي وهي عن موضوع الاتجاهات الحديثة في التقنية تصوير الطبي اشتركوا في القناة